ترجمة نانسي قنقر في العربية المتحدة يزورون مركز الحرفيين بالجسرة وذلك ضمن برنامج قيادي عشرين عشرين الذي يسعى إلى إعداد شباب قيادي على معرفة تامة بأهمية العمل التطوعي ودوره في الارتقاء بالشباب ليكون لهم دور مؤثر في المجتمع سعيدين جدا اليوم أن نستقبل برنامج سفراء الإمارات عشرين عشرين ضمن برنامج تبادل تعارف بين الدول وللأمان اليوم نحن في هيئة البحرين السياحة والمعارض رتبنا جولة تعريفية بالحرف اليدوية بمملكة البحرين في مركز الحرف اليدوية بالجسرة وخصصنا ورش عمل للشباب الإماراتيين الذين تعرفوا على الحرف البحرينية نحن هذه السنة الثانية على توالي البحرين البحرين بالنسبة لنا دولة رائدة وشقيقة خاصة في العمل التطوعي هدفنا إرساء مفهوم العمل التطوعي لشباب المرة التي طافت كانت مع البنات 60 طالبة السنة هذه مع 60 طالب نهدف من هذا الشيء إرساء مفهوم العمل التطوعي اليوم عندنا جولة مهمة وهو زيارة الوفد الإماراتي الشباب الإماراتي لمركز الجسرة وللاطلاع على الصناعات التغليدية وخذيناهم جولة أوقات جميلة قضوها شباب الإمارات في ورش عمل حرفية تعرفوا فيها على الحرف اليدوية المرتبطة بالتراث البحريني العتيد مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة والسباقة حقيقة في هذا المجال مجال العمل التطوعي كانت عندنا زيارات كثيرة كانت عندنا لقاءات وفق برامج أو برنامج مدروس ومخططة طبعا من ضمنها اليوم هذه الزيارات لمكان الحرف اليدوية تعلمنا أشياء يديدة ممكن أن نعرفها مثلا قان النسج أستاذ جعفر علمني كيف النسج وعلمني إياه تقريبا في خمس دقائق فقط وأنا يأتي هنا من مكة البحرين لهدف أني أكتب مهارات زيادة في مجال التطوع وأنني أشوف القيادات الشبابية أكثر وهم يطوعون هنا عشان أن أزيد من مهاراتي وأنني أنا أكون سفير في دولتي في مجال التطوع وأنني أزيد من ثقافة التطوع شباب ضموح يمتلك رغبة في البناء والتقدم فكان له ذلك من خلال برنامج سفراء وطن الإمارات والذي يزور البحرين للسنة الثانية على التوالي بهدف إعداد قيادات شابة تتمتع بروح المبادرة والابتكار جمع من الشباب الإماراتي يطلع نوعا كثب على ثقافة العمل التطوعي في البحرين في خطوة رائدة لإعداد قيادية 2020 من خلال برنامج متكامل يتم تنفيذه في مملكة البحرين للسنة الثانية على التوالي خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين